اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه هو السر؟ ماذا كان يريد ان يقول لنا؟ ده موضوع حوارنا النهاردة في جلستنا في برنامج فحصين الكتب اللي بندعوك تكون شريكا لنا فيه في الوقت اللي جاي هو ذا سر اقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الاخير فانه سيبوق فيقام الاموات عديم فساد ونحن نتغير في هذا الجزء العظيم من الكتاب المقدس بيكلم الرسول بولس عن سر لم يكن معلنا في العهد القديم اطلاقا من ضمن مجموعة اسرار لم يخبر بها في اجيال اخر لكن اعلنت في العهد الجديد وعشان كده خلاص ما بقتش سر كان السر لكن الرسول قال لنا السر من ضمن الاسرار دي الجزء اللي بيكلم هنا عن حاجة لم يكن يعرفوها في العهد القديم ان مش كل المؤمنين حيموتوا مش كل المؤمنين حيعبروا او يكتازوا رقاد الموت لكن عندما جاء الرب اللي كان يجمع كل قدسي هيكون فيه مؤمنين ما زالوا على قد الحياة لكن المؤكد ان الكل حيتغير لان عند البوق الاخير فهنا كان يقصد برضو تعبير عسكري مستخدم كتير في العهد القديم ان كان فيه ابواق بتستخدم لما يبقى فيه ترحل الشعب او تجمع للشعب فهنا كأنه بوق التجمع كأن الرب بيبوق عشان يجمع كل خاصاته خاصاته في الوقت ده لما هيجي الرب هيبقوا منقصمين الى جزئين فيه ناس على قيد الحياة دولا حيتغيروا لكن الناس الاموات هيقوموا من الاموات وطبعا ده تعبير برضو جديد على العهد القديم في العهد القديم كانوا بيتصوروا ان كل حيموت وبعدين هتحصل قيامة الموتة فالكل يقوم من بين الاموات لما الرب قال لمرسى سيقوم أخوكي قالت له حيقوم في اليوم الأخير فكانت فهمة انه هتحصل كل الناس هتموتوا وبعدين في قيامة عامة وحيقوم لعزر في القيامة العامة لكن هنا الرسول بيقول لنا ان في قيامة من بين الاموات في الاموات حيظلوا موجودين في القبول لكن الرب حيق بصوته بالبوق الأخير سيقيم الاموات في المسيح سيقومون والأحياء حيتغيروا ويحصل هذا التجمع العظيم في الحقيقة الحدث اللي حيحصل ده حدث يعني يعبر عن ايه؟ يعبر عن مطلق سلطان وقوة الله مثلا لما كلمنا في فليب بيتكلم هناك عن التغيير سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعاتي أن يخضع لنفسه كل شيء يعني لما يكون ملايين المؤمنين أنا أعتقد أنهم ما يقلوش عن كده ملايين وفي لحظة يتغيروا من جسدهم التراب الوضيع ده إلى جسد مجده طبعا ده ده شيء رائع هنا بيتكلم بقى مش عن لكن بيتكلم عن حاجة تاني كلنا نتغير في لحظة يا تخيل ملايين الأموات بقى لهم آلاف السنين في القبور ودول كلهم يقوموا وياخدوا جسد جديد والأحياء يتغيروا إيه ده؟ عشان كده فعلا وذا سر أقوله لكم حاجة ما كانش تخطر على بال أحد في العهد القديم لكن لا نرقد كلنا وده برضو جديد عليهم لكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوخ الأخير جميلة كلمة نتغير اللي فيها تتقالي الكلمة دي على الدودة اللي تدخل الشرنقة تطلع فراشة حصلها حاجة جميلة جدا مش الشرنقة بالعوامل الخارجية اللي اشتغلت فيها لكن في عوامل داخلية اشتغلت في الدودة غيرتها من هذا الجسم إلى الجسم الجميل بتاع الفراشة دي نفس الكلمة الجميلة نتغير ليه؟ لأنه اللي هيتغير هو مش التكوين الداخلي بتاعنا التكوين الداخلي بتاعنا فينا الحياة الجديدة والقلب الجديد والطبيعة الإلهية اللي ما زالت لسه ساكنة في جسم ما ينفعش لملكوت الله زي ما كنا بنقرأ في الجزء اللي فات لكن روح الذي أقام المسيح من الأموات هيعمل إحياء المراضي في الجسد زي ما عمل إحياء في أرواحنا لما تبنا ورجعنا للمسيح وقبلنا مخلصنا وربنا واتحادنا بيه هيروح يعمل عملية الإحياء دي في أجسدنا عندما يطلق ضفقة الحياة الجديدة فعشان كده عملية التغيير ستنطلق من قوة الحياة اللي موجودة عن طريق عمل الروح القدس هو اللي يشتغل في الأجسد المائتة فنتغير الآن نتغير إلى مشابهة المسيح زي ما الكتاب بيقول نفس القصة متامورفوزس نتغير إلى تلك الصورة عينها لكن في اللقاء المظهر ده اللي هيكون على السحاب يغير شكل الجسد نفسه الثقافة اللي حولينا أحيانا بتبث في زهننا بعض المفاهيم احنا بنعيش في الثقافة بتقول إن كلنا هموت أي والموت كأس وكل الناس يشاربه والقبر باب وكل الناس داخله بس الآية في عدد 51 هنا بتقول غير كده خالص أن ما يميز مسيحياتنا وما ننتظره إن مش كلنا هنرقد وجميل التعبير نرقد لأنه حتى المؤمن الحقيقي لو غادر هذه الأرض مش اسمه مات لكن اسمه نام وهيقوم تاني قريب لكن مش كلنا هيحصل معنا كده وقت لكن كلنا هنتغير في وقت من الوقت جميل كلمة نتغير لأن زي ما قال أخونا سامح إحنا مفروض نتغير مش كده ونحن جميع الناظرين مجد الرب بواقه مكشوف نتغير هذا حسن لكن حيجي يوم تغيير جذري تغيير شامل برضو نفس الفكرة بتشوفها في رسالة يحنى الأولى لما يكلمنا عن عائلة طالت مستويات علينا أن نرتقي من الأولاد إلى الأحداث ومن الأحداث إلى الآباء لكن نيجي في أصحة ثلاثة بعد ما قال لنا الكلام ده في أصحة نيجي في أصحة ثلاثة يقول نكون مثله لأننا سنرى كما هو يعني الأولاد الصغير حيبوه زيه والأحداث والآباء حيبوه زيه ودي في لحظة ده شئراء ده اللي بيتكلم عنه هنا التغيير لنكون على صورة جسد مجد المسيح لم يظهر بعد ماذا سنكون لكن نعلم أنه إذا أظهره نكون مثله لأننا سنرى كما هو استبعوا أن ده مش عمليا نقعد ونقول إحنا هنبقى زيه لما نوصل خلينا هنا زي ما نكون كل ما اقتربنا إلى صورته أكتر كل ما اقتربنا لحياة السماء على الأرض صحيح عشان كده وراها على طول وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو يعني إحنا شرعا كما هو في أصحى أربعة من رسالة يحمى الأولى هنبقى زيه قريب جدا لما نشوفه ده أصحى ثلاثة وراها على طول علينا بقى مسؤولي نطهر أنفسنا كما هو طهر زي ما كنا بنسمع عن قدرة الله وسلطانه المذهل اللي هيتم في هذا الحدث الجميل الرائع في تغيير أجساد في إقامة وتغيير أجساد كل المؤمنين في الوقت ده يستخدم الرسول لفظتين حلوين قوي في لحظة الكلمة في اليوناني معناها الشيء الغير قبل التجزئة يعني الأمر مش في ساعة الأمر مش في نصف ساعة مش في دقيقة حتى الدقيقة قابلة للتجزئة لكن لحظة اللي يستخدم كلمة في اليوناني معناها جزء من الوقت غير قبل التجزئة معناها أصغر جزء من الوقت للدرجة أن أحيانا البعض يقول كلمة لحظة دي ممكن تيجي على واحد من خمسين من الثانية سمعت البعض بيقول كده برضو مش عارف دقة هذا الأمر لكن قال كمان بدأ يدوع على أسرح حركة تتم في الجسم لأن أسرح حركة هي حركة طرفة العين حركة الرمش معروف أن دي أسرح حركة ممكن يعملها الجسم فهو قال أن كل هذا سيتم في هذا الوقت القصير جدا 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 وفي نفس الوقت ده بيهد أراء كتير قوي من الناس اللي عايزين يقوموا المعجزة والعايز ينظر إلى أمور الله المعجزية ويبتدي يقومها ويهدها حتى هذا الحدث سيتم بصورة إعجازية خارقة هقول حيروح يدور على أجساد مؤمن مؤمن من المؤمنين كلهم ويغيق ويقيم ويجيب الروح من مكانها الموجود في مكان الراحة النهاردة ويتقابلوا مع بعض ويطلعوا وأنا بص 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 هولا في قدي لكن هو بقدرته وإمكانياته أعملها لو عدنا العدد 51 اللي بدينا بيه تأملاتنا هو ذا سر أقوله لكم دي بتكلمنا عن أن في أسرار في العهد الجديد نعم وزا ما فهمنا أنها ليست حاجات سحرية لا هي معناها أنها في العهد القديم لم تكن قد أعلنت بس أعلنت هو ذا سر أقوله لكم وفي الحقيقة في العهد الجديد يا طيب لأن أشير إلى مجموعة أسرار العهد الجديد مثلا أول سر بنقراه في متى 13 أسرار ملكوت السموات ولو قرينا لأصعدة كله ونفهم الفكر بتاعه هنلاقي أنه حاجة ما كانش معلنة في العهد القديم ما كانش معلن أن الله عنده أنات في ملكه لكن دعوه ما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد ما كانش معلن أنه يبيع كل شيء علشان يقتن الحق هذه أسرار ملكوت السموات لما نوصل لرمية 11 الآية 25 هنرى عن سر مهم جدا القساوة الجزئية لإسرائيل لأن النهاردة غالبية المسيحين بتقول إسرائيل راحت عليها في الحقيقة الكتاب المقدس لا يقول ذلك لكن بيقول أن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم وهكذا سيخلص جميع إسرائيل هذا سر مهمل في المسيحية بكل أسف هنا كمان سر زي ما حالك أشرت من شوية أن الناس مش فاهمة أن مش كل الناس هتموت لأ الثقافة حوالينا بتقول كله حيموت وإحنا كمان بنقول كله حيموت بس الكتاب بيقول سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير هذا هو السر نمرة ثلاثة لما نروح لرسالة أفاسوس ورسالة كلوس هنلاقي رسالتين دول بيكلمون عن سر عظيم ألمح إليه الرسول بوليس في أصحاح اثنين من الرسالة دي حكمة الله في سر التي لم يعلم بها أحد من عظماء هذا الدار دي تلميح للسر العظيم اللي جي في كلوسي وفي أفاسوس لما نوصل لتموسوس الأولى ثلاثة شمامسة لهم سر الإيمان مجموعة الحق المسيحي ثم في نفس الأصحاح تموسوس الأولى ثلاثة ستاشر بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ثم في رؤية أصحاح واحد سر السبع كواكب التي عن يميني والمناير السبعة التي رأيت هذه أسرار العهد الجديد بنشوأ المشاهد أنه يعرفها ويدرسها وحيطلع بمحصول طعام كتير ووافير لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساده وهذا المائت يلبس عدم موت ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساده ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلب يكمل الرسول الفاسد بيتكلم عن جسدنا لو دخل القبر أنه يزرع فيه فساد لابد أن يلبس عدم فساد الجسم القيامة الجديد وهذا المائت اللي هو جسمنا ده اللي الموت يعمل فيه عشان كده حتى في روميا الثمانية يتكلم عن يحي أجسادنا المائتة لأن الموت عملية شغالة التدهور التدريجي في الصحة والتآكل في الغضريف والشعر اللي بيشيب والأعضاء اللي بتتضخم كلها عملية تدل أن الموت يعمل فينا لابد أن يلبس عدم موت وأول ما يتم هذا الأمر اللي هو في مجيء في الاختطاف بالإقامة وتغيير الأحياء تصير الكلمة المكتوبة وأنا شايف أن بوليس هنا كما لو كان بيصرخ صرخة النصرة وصيحة الانتصار النهائي ابتولي على الموت إلى غلبة أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي حصل النصرة المهولة اللي حققها المسيح على الموت بأنه يقيم من الأموات ويغير أجساد مائتها يقيم المؤمنين اللي رقدوا فكده غلب الموت وأيضا يغير أجساد الأحياء لأجساد مائتها فأيضا يغلب الموت ودي النصرة اللي هنشوفها قريبا عندما جاء الرب الهتاف أو عدد الترنيمة اللي حيتترنم مقسوم إلى جزئين بتصور أن الأحياء اللي حيتغيروا حيهتفوا الجزء الأول من الترنيمة أين شوكتك يا موت الموت لم يستطع أنه يصل إليهم لكن المتغيرين الأموات المتغيرين حيتغفوا الجزء الثاني أنا غلبتك يا هوية لم تستطع الهوية أنها تطبق فاعة عليها لكن الرب أنقذه منها بحسب شدة قوته أعتقد أنه في الوحي اللفظي تتم الكلمة المكتوبة لكن تصير الكلمة المكتوبة يوحل روعة الوحي نحلة بتدور في الهوى الناس بتخاف منها لأنها خايفة من اللدغة بتاعتها بتلدغني ولما بتلدغني بتقلم لأنها بتضع جزء من السم من السم في جسمي فبيشبه الموت بهذه الحشرة اللي ليها شوكة والشوكة دي مؤلمة وتضع سما وفي الجزء الجاي هبتدي يشرح الشوكة دي عبارة عن إيه لكن دلوقتي الموت موجود آه الموت موجود لكن الشوكة بتاعته القوة المؤثرة بتاعته تم إنهائها في موت المسيح لكن لسه ما زالت النحلة بتلف كما لو كان هذه الحشرة البغيضة الموت ما زال يدق الأبواب لكن بالنسبة لنا كمؤمنين أصبح نحلة بلا شوكة أصبح حشرة بلا شوكة فحتى لو جالي مش بيقلمني هذا القلم القاسي لأنه تم نزع السم اللي منه في موت المسيح لكن قريبا سيتم القضاء عليه نهائيا ودي الصرخة اللي بيصرخوها أين شوكتك يا موت زي عبرينتين لما بفكرنا إن الرب مات لكي يبيت بالموت زيكا الذي له سلطان الموت طبعا ده حيتم في المستقبل لكن من الآن عبودية الخوف من الموت ما بقيتش موجودة المؤمن ما بقيتش خاف الموت حينئذ انتصير الكلمة المكتوبة وفي العقل كل كلمة كتبت لابد أن تصير لا يمكن أن ينقض المكتوب حينئذ انتصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلب أنا بشوف في الموت منتهى ضعف البشرية منتهى الهزيمة وفي الحقيقة الموت فعلا كده يعني بنحضر جنازات كتيرة وقدي بتتكسر قلوب القديسين من الموت لكن حيجي يوم ابتلع الموت إلى غلبة حتى رب المجد له كل المجد عندما جاء الأرض يقول لنا التعبير أنه بكى يسوع يحنى 11-35 مش كده لكن يقول لنا امتى بكى يسوع لما رأاها يسوع تبكي واليهود الذين معها يبكون انزعج يسوع بالروح والطرب كأنه شاف ماذا فعلت الموت في حبيبه مريم دي غالية جدا عليه ومرثة كذلك والعاصر واليهود كلهم منزعجين من مشهد الموت فلما رأى المسيح هذا المشهد انزعج بالروح والطرب وبعد نقول لنا بكى يسوع لكن المسيح لم يكتفي بأنه يبكي احنا بنعمل كده طبعا بمشاعر كاملة هو فعل بس احنا بنعملها أحيانا كتيرة من منطلق العجز غالي جدا على كنت أتمنى أنه ما يموتش بس مات وما عنديش غير أني أزر في الدمع لكن المسيح عمل ما هو أكثر من ذلك لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويقول ليحنى أنا لي مفاتيح الموت والهاوية وحييجي الوقت اللي فيه تتم الكلمة المكتوب هنا بيقول تصير لكن حييجي الوقت اللي فيه تتم الكلمة المكتوب عندما آخر عدو يبطل هو الموت يعني قدام أي ألم بما فيه من موت أو على رأسه من موت على القديس أن يتذكر أولا أن شخص ربنا الكريم يتفاعل معه يتعاطف معه يبكي معه لكنه أيضا ممكن أن يتصرف في اللحظة يقيم العزر ممكن يتدخر في الوقت ده لكنه الأهم أنه وضع أساس إنهاء كل هذا الألم قريبا والأروح أنه أخيرا قريبا جدا جدا هيتم فعلا أنه يمسح الله كل ده معه من عيونه يا له مشهدا بديعا به سطف راح النفوس يا سوعهات بهتاف هي أخوتا له العروس أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية أما شوكة الموت فهي الخطي وقوة الخطي هي الناموس ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلب بربنا يسوع المسيح إذن يا إخوة الأحباب كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب أما شوكة الموت فهي الخطي وقوة الخطي هي النموس بيفكرني الآية دي بتفكرني بروميا خمسة ستة سبعة فبنقرأ في روميا خمسة عن الموت بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت هذا العدو المزعج واكتاز الموت إلى جميع الناس محدش اترحم في روميا ستة بيكلمنا عن السيدين الله والخطيئة فبنقرأ عن الموت في أصحاح خمسة الخطيئة في أصحاح ستة ولما نوصل إلى أصحاح سبعة من روميا نقرأ عن النموس ثلاثية مش معانا مش في صفنا لكن ضدنا فالموت مش معايا الخطيئة مش في صفي والنموس كمان مش في صفي لكن شكرا لله لكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح يقال أن واحد من المؤمنين كان يحتضر وبعدين جاله ضيف أخ بيزوره فقال له شكرا لله الذي يعطينا وقعد يتأتأ مش عارف يطلع الكلمة الجميلة الغلبة فالأخ اللي كان بيزوره قال له الغلبة قال بالضابط هي دي اللي أنا أدور عليه فهو يحتضر لكنه قال إن الله يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح ثم يصل في النهاية إلى شعار عكس تماما ما وصل إليه لو كان الموت لا يقومون لو كان الموت لا يقومون إذن فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت لكن حيث إن الموت يقومون إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راصخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب بتصور إن عدد 58 ختمة مناسبة جدا للأصحاح ده بتؤكد على تأثير رجاء مجيء الرب مرة تانية لينا وتأثير التعليم المختص بقيامة المسيح وقيامة الموتة على حياتنا سواء ماضينا أو حضرنا أو مستبعنا فمن جهة الماضي علينا أن نكون راصخين غير متزعزعين من جهة التعليم اللي احنا تعلمناه التعليم المختص بمجيء الرب مرة تانية التعليم المختص بقيامة الموتة التعليم المختص بقيامة الرب يسوع المسيح لكن كمان من جهة الحاضر التعليم ده يخلينا متأكدين أن احنا يجب أن احنا نتعب من أجل الرب أكتر عشان كده من جهة الماضي يكونوا راصخين غير متزعزعين من جهة الحاضر مكسرين في عمل الرب كل حين لكن من جهة المستقبل متأكدين وعالمين أن تعبكم ليس بطلا في الرب العين تودينا على الوقف أمام كرسي المسيح لما الرب حيكاف على كل التعب أجرية من أجله لما بيربط هذه الثلاثية اللي تفضل الأخي يوسف وتكلم عنها الخطيئة والموت وربطهم بحاجة قانونية ما الذي أعطى للخطيئة هذا التأثير المهول بشاعة بتاعت الخطيئة اللي بتظهر فيه سيطرة الموت وملكه الآن زي ما في روميا 5 عدد 14 يقول لكن قد ملك الموت أن الخطيئة عبارة عن جرم قانوني في حق الله هذا الجرم القانوني بعرفه منين بعرفه من الدستور الإلهي اللي وضع الله للبشر وهو النموس فوجود النموس كقانون إلهي لإظهار التعدي والإظهار الشر الإنساني هو اللي أعطى للخطيئة قوتها والخطيئة القوية دي تمثلت في أنها تكون شوكة في يد الموت عشان كده يقول لنا الكتاب أن شوكة الموت هي الخطيئة عشان كده اللدغة بتاعة الموت بثت هذا السم هذا السم له جانب قانوني يعمل فينا وهو بيأتي بقانونيته من النموس اللي قال لي لا تقتل طب أنا قتلت اللي قال لي لا تزني اللي قال لي لا تشتهي طب أنا اشتهيت أنا عملت 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 فقانونيا الموت له حق أن يعمل معي كده جي المسيح مولودا من امرأة مولودا تحت النموس وأطاع كل وصايا النموس ونفذ كل بر يليق به وبعد كده راح للصليب ومات ورح خدنا معاه موتنا معاه ودفن ودفننا معاه الله أحياه وأحيانا معا وأقامه وأقامنا معا ورح خدنا الله من تحت النموس فلغى كل الجانب القضائي بتاع النموس ضدنا وده اللي يقوله في روميا 8 اللي يتم حكم النموس فينا فلما أنهي الجانب القضائي بتاع النموس بالتالي فقدت الخطيئة القوة بتاعتها وفقد الموت تأثيره علينا عشان كده هي دي الغلبة اللي أعطاها لنا الله بربنا يسوع المسيح كثير ما تعقد مقارنة بين بولس وسليمان بين كورينتوس الأولى 15 وبين سفر الجامعة أصحاح 2 سفر الجامعة عملت 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 وفي الحياة عمل يعني ما لا يعمل عمل مشاريع أملاق يعني البعض بيظن أن كان سليمان يعني عايش في الهلس لا عمل مشروعات جبارة عملت جنات وفرديس ومساقميات رجل يعني عمل في الأرض أشياء عظيمة جدا جدا وبعدين والتفت لأنظر العمل التعب فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفع تحت الشمس في ضوء الأبدية إيه اللي عمله سليمان؟ وأين الذي عمله سليمان؟ حتى البيت التليد الخالد اللي بناه سليمان أين هو الآن؟ لكن بولس الرسول عمل نعم عمل كثيراً كنوا راسخين غير متزعزين مكثرين في عمل الرب مش في عمل للعالم وفي عمل لنفسي عملت لنفسي لكن اعمل للرب حتكون النتيجة عالمين أن تعبكم ليس باطلاً مش هتقول نفس ما قال سليمان الحكيم بصيط على اللي عملته فإذا الكل باطل باطل الأباطيل البعض قال باطل يعني زبالة وباطل الأباطيل يعني زبالة الزبالة وشبهها واحد قال الست تطلع الزبالة وبعدين تيجي الكلاب وتاكل وبعدين تيجي القطط وتاكل اللي فضل ده مش زبالة ده زبالة الزبالة لأنها لا عجب القطط ولا عجب هذا هو ما أعمله لأجل العالم التفت لأنظر الجنات والفراضيس فإذا هي باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس يعني في كل مجهودات حياتنا لازم نسألوا إحنا السؤال ده التعب لأنها تعب ودود في الباطل ولا في اللي ليس باطل ورب يدينا حكمة يا عايزة حكمة وعايزة حكمة شايفة شايفة الأبدية قدامها عشان نقدر نقيس ساعتها باطل ولا مش باطل يعني الرجل الغلبان اللي عمل أهدم مخازني وأبني أعظم تعب طب لأنها للدنيا للدنيا أنا يعني الكتاب ما بيعلمناش ما نعملش لكن يخليك حكيم مش كل جهدك ولا كل عملك يكون للدنيا وسليمان قال في جامعة 2 كمان كرهت تعبي كرهت تعبي اللي عملته تحت الشمس حسيبه اللي اللي ورايا مش عارف هيضيعه ولا مش هيضيعه واللي قال الحقيقة ضيعه احنا عارف هيضيعه احنا عارف هيضيعه فيه المحترم اللي قال كده هو اللي قال عنه كده لأنه كان ينظر إلى المجازاة النتيجة النهائية اللي هيفضل معايا هو اللي لازم أحكم به عشان كده جميل العمل من أجل الرب لهم كده غير مكثرين في عمل الرب كل حين ايه هو عمل الرب كان سبق وقال لنا أنه في حاجات أكتر مما نتخيل هو مش بيقول الكلام ده اللي بيعازه ولا بيقول الكلام ده اللي بيعمله خدمة ظاهرة لكن بيقول الكلام ده اللي كان سبق وقال لهم اعملوا وعملوا 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 في حاجات كتيرة جدا لو دورت على دوري اللي الرب عايزنا أعمله هيكون روعة اخواتي الأحباء يعني في منتهى الجمال أنه هذا الرسول العظيم والمعلم وأنية الوحي واللي ولدهم في الإنجيل واللي مرضيش ياخد مكانة وسطيهم واللي كان بينهم في ضعف وخوف ورعدات كثيرة خايف عليهم الأحسن إيمانهم يتبني على حكمة الناس واللي مرضيش يعيش من الإنجيل في وسطهم وكان بيتعب ويشتغل واللي أهنوه واللي شككوا في رسوليته واللي استعرضت قدامه كل مشاكلهم سواء أخلاقياتهم في الانحطاط أو الفوضى في العبادة أو التعليم الفاسد ويجي في الآخر يقول لهم إخوتي وأحباء هنا بنشوف فيه أنه الشخص اللي بالرغم من تعرض أمامه كل خطايا المؤمنين ومشاكل الكنسية لكن لا يمكن ينظر إليهم بتعالي لا يمكن ينظر إليهم برفعة ولا يمكن ينظر إليهم حتى بإيدانا حتى مفيش في قلب وإيدانا ناحيتهم لكن يمارس المحبة العملية اللي كلمهم عنها في كورنسوس في أصاح 13 ترفق بمحبة وبالتضاع ويأمل دائما أنه الخير هيتم لأن المحبة دائما تظن في اللي قدامها الخير هيحصل لأن الله موجود ويشتغل فيهم عش كده قال لهم الكلمة الجميلة دي أيها الحباء وبدأ يشجع بقوة بدون أي نوع من الترفق بعض من الحاجات اللي تخليه يعمل كده وتخلينا نعمل كده نحن نشوف إخواتنا في المسيح قيمتهم ولقبهم كل حاجة مرتبطة بيهم جاية من أنهم في المسيح مش هو بيعمل إيه مش شخصيته إيه مش أنا متوافق معه ولا لا تمساوس بالطبيعة صغير السن وهو شخصية رقيقة هشة للغاية لكن بيعجبني الطريقة اللي اتعامل بيها وسقطه في ابنه تمساوس مش مهم الحجم لكن مهم إنه هو فعلا دي دعويته من الرب ناس عندهم مواهب استغنوا في كل موهبة عزيز المشاهد القائد الإنجليزي الشهير الفيلد مونتو جومري قال لهيئة أركان حربه أيها السادة إني أقرأ الكتاب كل يوم وأدعوكم لتقرأوا الكتاب المقدس كل يوم وأنا أيضا أضم صوتي مع هذا القائد الإنجليزي الشهير بل مع معلم المعلمين الذي قال لليهود في يومه يفتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدي وهي التي تشهد لي برنامج فحصين الكتب فيه ندرس هذا الكتاب العظيم كتاب الكتب الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر